إخوانا شأن الإفتاء عظيم أن تفت الناس في مسائلهم هذا أمر صعب وأمر ليس بالهيّ ولذلك ترى أهل العلم كتبوا كتب كثيرة في آداب المفتي وفي آداب المستفتي وفي الشروط التي ينبغي أن يتحلى بها الذي يفت الناس شروط تكاد تكون صعبة جدا لابد أن يكون حافظ لكتاب الله عز وجل عن ظهر قلب يجمع علوم القرآن يعرف أسباب النزول يعرف الناسخ والمنسوخ يعرف المطلق والمقيد يعرف الخاص والعام يعرف المحكم والمتشابه يعني يحيط بعلوم القرآن ويحيط بعلوم السنة يعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف من الحديث الموضوع عنده علم بعلوم السنة يحيط باللغة العربية عالم في لغة العرب عنده فقه بالواقع عنده ثقافة عامة في معظم مناح الحياة وشروط كثيرة أخرى تكاد تكون في قمة الصعوبة وفارق بين من يفتي وبين من ينقل الفتوى وفارق بين المستهد وبين المقلد فارق كبير لكن مقام الفتية جليل وعظيم ويكفيك أن تعرف أن أولا من تقلد هذه المكانة وقام بهذا المنصب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولقد كثرت الأسئلة التي كان يسألها الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيبهم عندك في القرآن حوالي أربعتاشر مرة يسألونك يسألونك عن الروح يسألونك عن المحيض يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الأهلة يسألونك ماذا ينفقون يسألونك 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 ويستفتونك في النساء ويستفتونك في كذا وكذا كل هذه أسئلة طرحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة وكان يرد عليها وكان بعضها يجيب عليه رب العالمين جل جلاله بنفسه في قرآنه الكريم بآيات تتلى إلى يوم الدين يسألونك عن المحيضة يسألونك عن المحيضة